سلام عليكم. نهاردة ان شاء الله هنكملين الواحدة التالتة من منهج الفونيكس. اه هنتكلم نهاردة عن الشورت اي. الشورت اي بتتنطع اي. اي. اوكي. خلينا نشوف الكلمات اللي موجود فيها. عندي نامبر وان واب. واب. حرف الاي كحرف متحرك لو موجود ما بين اه حرفين ساكنين هيتنطق شورت. هيتنطق شورت. فانا هقول اول كلمة عندي واب. اللي هي شبكة العنكبوت. عندي ايج. ايج. نمبر ثري. ذات. ذات. نمبر فور. تن. تن. اوكي. تعال نشوف اكسرسايس سي. بيقول انا حقول الاصوات وبعدين هنحاول نعمل دمج الاصوات دي. عشان نتعلم نقرأ باستخدام الاصوات. حقول ا اج اج نلبر تو ت ان تن نلبر ثري و ا ب واب نلبر فور ذ ا ا ت ذت اوكي نلبر دي لسن ان دي تشانت دي اغنية حنسمعها في الفيديو اللي هننزله على حقوذ يعني الطبيب البيطاري معا عشر بيضات كبيرة. كامل بعد كده هاخد الات فاملي ات 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 اقول الصوت ج في الاول ج ات جات لا طوارة نفاثة هاخد الكلمات اللي فيها الات فاملي نمبر ون ج ات جات نمبر تو ات نت نمبر ثري و ات وات نمبر فور ب ات بت يعني حيوان اليف خلينا نكمل بعد كده نمبر سي طبعا اللي سن النمبر هن اسمعي نمبر ون مسلا هتبقى نت صورة التانية من الشمال هتبقى خلي بقى لك عرف في الج بانطقوه ج ج ما بقول شي جت بقول جت ج ج ج جت نمبر ثري عندي بت بت نمبر فور عندي ويت ويت يعني مبتل اكسرسايز نمبر دي هشوف عندي الصورة القدامي واشوف هل هي نت لأ الصورة الاولى يعني مبتل نمبر تو هل دي ايج ولا بيت ولا جت هي بيت حيوان اليف نمبر ثري جت نمبر فور عندي بت ولا تن ولا نت عندي نت شبكة تعال نقرأ مع بعض لسن انت تشانت ويت نت جت بيت ويت نت جت بيت ويت نت جت بيت اوكي ولينا ننقل على الان فاميلي اه نن ان ها ان هن بعد كده اه د اد ر اد راد الوها الاحمر كلمات اللي فيها الان فاميلي اوكي عندي نمبر ون هن دجاجة نمبر تو بن نمبر ثري راد نمبر فور باد شرير تعال نعمل اكسرسايز صورة الاولى عندي پ ان يبانا هاخد هنا حرف البي نمبر تو دي صورة البيد هاخد البي نمبر ثري عندي هن هاخد الحرف الهاتش نمبر فور عندي راد هاخد الار نمبر okey اوكي اوكي نرجع تاني uh exercise д circle and right اوكي. يبقى انا عمل على اه انا عمل على ونحط حرف البي ونكتبه. هحط عندي الهن. حط اله واكتبها. اوكي. حط البي و بعدين اكتب كلمة بد. تعال لسنا نجي تشاند اوكي. عن الالم الاحمر على السرير. تعال ناخد كده. اه طبعا الصورة اللي عندي دي صورة. حيوان اليف. الصورة دي ولا 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 سرير هي سرير. في الاخير اه هنشوف هتحط الكلمات اللي اخيرها اه بعد كده هنشوف الكلمات الاخيرها وكلمات الاخيرها ودي هنكتبها. اوكي. هنشوف اللي معايا الكسة. هنذا اله هان ايز ويت. الفرخة الحمراء مبتلة. اوناو ماي بت هن از ان بد. فتعبت. فهي بتقول اوناو ماي بيت. حيواني الاليف الدجاجة بتاعتي is in bed. وبعدين we go to the vet. رحنا للطبيب البيطاري. we go to the vet. وبعد كده my hen has ten eggs. بقت كويسة الهن بتاعتي. we has ten eggs. اوكي? كده يكون الدرس شورتي هي خلص. شوف قرخي.